هو الآن في منزله الجميل بقضاء رانيا يفضل هدوء الجبال والابتعاد عن القيل والقال اتخذ الصمت وسيلة واكتفى بعدم الدفاع لعب مهاجما بيساره وسجل في 126 مباراة دولية 28 هدفا شرط الهوار اليوم احنا ضيوفك حقيقة رغم انهاني يعني احنا عشرة عمر لكن اليوم الشرقية في بيتك حقيقة حبينا نسأل عنك ونعرف اخبارك انت من فترة طويلة بعيد تماما اكيد او شي نورتوني ابو زينة بنتا والكادر شكرا لله وقناة الشرقية بصراحة احنا وسهلا بك ابو زكرية بعيد ابتعدت تماما والناس دائما تسأل عنك يعني انت لك بصمة ويعني محبة عند الناس كبيرة جدا لكن الان ابتعدت عن الوسط الرياضي نعم اكيد يعني والله يمكن ابو زينة بنتا شفت يمكن اشتغلت يمكن فترة في مع نادي نفط الوسط يعني شفت يعني موكب النادي احترام النادي بالوسط بالوسط الرياضي يعني شفت شفت ما يريدون يطورون ما يريدون يشتغلون يعني نقول ما عندهم رغبة يعني يريدون هيتشي يعني تمشي الرياضة او كبير اي طريقة اي طريقة بصراحة انا صرت هذا هذا يعني اطلع من 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 عيني يعني انا اقول اقول انا قدمت او من جنابك قدم للعراق يعني هذا وليلة ويوم يروح بصراحة اتعلمتوا هذا الشي بس كثير يتكلم عن انه جيل الالفين السبعة دائما مذمرين دائما يقول لك احنا مثلا محاربين دائما انهم ما ينطونا مجال اكيد يعني هذا الشيء يمكن الله ما در يفتلينا بجيل الالفين السبعة ما نعرف الحمد لله نحن ودينا رسالتنا لهذا البلد وقدمنا اللي اللي قدرنا وعني هوية ناس يعني ما تريد تريد نكون قريب عليهم يعني او كنشتغل امكان انت شفت يعني التصفيات المباراة الاخيرة خسرنا معنا منتخبي العفو المتخبي الايراني تعرف منهم مساعدين مالتهم منهم بالوفد كريم باقري وهاشميان هم دولا نجوم 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 القرى الايرانية محترفين احنا ليش احنا ليش احنا مثلا فلان بعيد فلان ما يخله ما يخلي شوان نتعلم اياه وينقول خلينا نتعلم اياه استفاد المدرب خلينا نقول ما عندك علاقات علاقات صراحة انا قلت لك انا بعيد نتعرف هاي علاقات نحن انا انا ما يمشي يمي بصراحة لان اذا اروح الواسطة او شي ليش تروح الواسطة وانت هوار والله محمد رحم الله وديك انا قاعد بيتي يعني شنو 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 محتاج الحمد لله لو عرض على هوار يكون موجود بادارة المنتخب او يكون يعني خلينا نقول حل او كلمة الى او قرار تتوجه الى بغداد تتوجه للمنتخب لا بصراحة حاليا لا عبدا عبدا انت تعرف شنو 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 شلو الوضع الرياضي حسا حاليا احنا احنا ريد واحد يجي يخاف الله نعم يجي ناس يقول لك تعال اشتغلوا انت اليوم انت هوار على بعيد اوف هوار على جنب اكوا اكوا لاعبين يستحقون اكوا لاعبين خدموا قابل هوار من المحمد يشتغلون بضميرهم يشتغلون يعني مو عينهم مو على البوق عينهم على تأسيس الكرة العراقية مصلحة عامة مصلحة عامة نعم والله العظيم اول واحد اقف يوم يمكن جنابك اول واحد تقف يوم اكيد ابو زكرية الحديث دائما عن بعض اللاعبين اللاعبون بالدوريات الاوروبية يمكن الكثير ما يعرف انه هوار هو اول لاعب لعب بدوري ابطال اوروبا نعم اكيد ابو زينم هذا ما عليها تصليط الدور لا 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 ما كان مشكلة هذا سيفي موجود واني فخور في هذا الشيء يعني كمثالة نادي انور فوسيس فما قوستها اللي لعبت مع عمالك كرة القدم العالمية ومدربين عالميين وعندك هدف ايضا عندي هدف على بنافنا الكوسي اليوناني وحتى مداحني بي المدرب في ذاك الوقت مورينيو نعم يعني اليوم وانت تتكلم وانا لو ما كانك اتكلم دائما هناك غصة بداخل الهوار يعني والله هي غصة يعني تقدير ماكن يعني يعني اذا عسانة او عسانة انت تقدم كل شي لهذا البلد يعني يمكن ينسوها ليلة ويوم هذا شوف شوية جمهور ما ينسى لا جمهور ما ينسى يعني جمهور الحمدلله جمهورنا جمهورك كجمهوري او كجمهور يونس نشعر يعني كل اللي قدموا للعراق تبقى موجودة نحنا 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 فخورين بيهم صراحة نعم وهذا اللي قدمنا شي قليل بحقهم واللظروف اللي مرينا بيه انت تعرف أنا يوم الأيوم قل الصحفي مارد اجيب اسمها قلت لك انت من انت من 2004 انت حاربتنا والله بو علي يضحك قال اي صاح قالاني حاربتكم من 2004